أهلاً وسهلاً مشاهدينا الكرام وحلقة جديدة من برنامجكم أسرار الحياة قبل طبعاً ما ببدأ حلقتي أصبح على أستاذتي أستاذة آية صباح الخير صباح الورد وإن شاء الله تكون معنا في الحلقة القادمة بإذن الله موضوع حلقتنا النهاردة مختلف جداً عن الفقرات والحلقات اللي إحنا عملناها لأن إحنا هنتكلم فيه موضوع بيمس كل بيت موجود معنا النهاردة هو مشاكل السنوية العامة مشاكل السنوية العامة كتيرة منها ورق ولا تابلت نظام الامتحانات النماذج الاسترشادية كل المشاكل دي طبعاً إحنا لو هنتكلم عن مشاكل السنوية العامة مش هناخد حلقة ولا حلقتين دي إحنا هنعمل سلسلة حلقات ولكن النهاردة معنا ميستر جاي النهاردة هيوضح لنا أسباب مشاكل السنوية العامة وكمان هيعلمنا حاجة مفيدة للطلبة بتوعنا معنا ومعاكم النهاردة أستاذ أشرف محمد الممتاز أهلاً و السلام بحضرك يا ميستر أستاذ أستاذ آهين نورتنا النهاردة ببرنامج أسران الحياة طبعاً انشرف لي كل ما حضرتك وطبعاً بشكر حضرتك أولاً بشكر كل أسرة البرنامج كل أسرة القناة بشكر ربنا سبحانه وتعالى أولاً قبل كل شيء بشكر والدي بشكر والدتي بشكر أم التانية اللي موجودة معنا في البيت مرات والدي بشكر إخوتي كلهم بشكر زوجتي اللي متحملاني بشكر كل عمامي وبشكر كل عماتي وبشكر كل أهلي وكل قريتي وكل مركزي مركز العدوى محافظة المينيا وبشكر كل أسات زيتي وبشكر مدرستي مدرسة مانورة مودرن سكول بكل إدارتها وبشكر كل حد لي دور في حياتي وبشكر كل الناس اللي دعمتني وسندتني وقفت معايا وبشكر طبعاً كل الناس وبتمنى لكل واحد وقف جنب ان ربنا يوفا وربنا يكريمه إن شاء الله إن شاء الله في بداية الحالة بس احنا المشاهدين عايزين نتعرفوا اسمه حضرتك واختصوصك أولاً أشرف محمد الصابر قرية أسر الملوم مركز العدوى محافظة المينيا طبعاً مدرس لغة عربية سنوية عامة طبعاً كل واحد مننا لي كسة كفاح طبعاً إحنا بدأنا حياتنا من الصفر جينا للقاهرة واشتغلت واكتهات حض ربنا سبحانه وتعالى أكرمني وطبعاً أي حد في الدنيا عايز ينجح أو أي حد في الدنيا عايز يكون لي بصمة في حياته هم حاجتين اتنين أول حاجة رضاً ربنا سبحانه وتعالى الحاجة الثانية بر الوالدين أكيد أي حد في الدنيا بيكون ناجح لازم يكون والده والدته جنبه الإنسان مننا من غير والده ومن غير والدته طبعاً مالوش أي لازمة أنا طبعاً بعد ربنا سبحانه وتعالى أكتر حد كان بيدعمني والدي هو اللي اختار لي المجال بتاعي أكون مدرس إيه والقسم بتاعي ودائماً بلجأ له في كل حاجة عندي مشكلة عندي أي حاجة دائماً بلجأ له ودائماً بسأله ودائماً هو اللي بيفكر لي في كل حاجة ربنا يا ربي يعني يخلهولي ويحفظه دائماً هو والدتي وأهلي كلهم ويكونوا دائماً جنبي ودائماً أكون عند حسن ظنهم وكون دائماً يعني أقدر أسعادهم على قد ما أقدر وطبعاً هم وأهل بلد أن أهل بلد أنا من غيرهم ولا حاجة أكيد طبعاً ده حاجة كويسة حضرتك أنه أنت العرفان بالجميل ده حاجة كويسة أنت في بداية حلقتك ما دخلناش في الموضوع في صميم الموضوع لكن أنت أصرت الشكر لأهل قريتك والوالدك والناس اللي هم دعموك أكيد طبعاً ما ينفعش ننساهم طبعاً حضرتك أنت مدرس لغة عربية سنوية في البداية إحنا عايزين نعرف إيه دور الأسرة تكاهي الطالب في الوقت ده الأسرة أول حاجة يعني قبل كل شيء لازم يوفروا الهدوء لكل طلبة السنوية العامة في الوقت الحال لأن الطالب لو ما فيهش هدوء مش يعرف إزاك ده رقم واحد رقم اتنين لازم يكون في راحة نفسية يعني ما ينفعش أضغط الطالب ما ينفعش مثلاً أحسس أنه هو مقصر الحاجة الثالثة لازم أشجعه وحمسه وحفظه ليه بقى؟ الطالب في الوقت ده أولاً هو بيجرب أو امتحان هو مش عارف هيمتحن إزاي هو مش عارف هيغن في الامتحان أو طبعاً هو مش عارف يعني هو الطالب محتاج دعم من الأسرة دعم كامل لأن الإنسان أو الطالب في الوقت ده من غير أسرة ومن غير أب ومن غير أم مش عارف يعمل أي حاجة لأنه طبعاً محتاج دعم الطالب مش عارف يعمل إيه الطالب مش عارف يزاكر إزاي مش عارف أي حاجة خالص فطبعاً لازم والده ولازم والدته يكونوا هم اللي جنبه هم اللي يقفوا جنبه لأنه من غيرهم مش هينجح مش كل شوية يحبطوه مش كل شوية انت مقصر لأ طبعا احنا في الوقت ده طالب السنوية العامة من وجهة نظري انه هو محارب انه هو جندي انه هو مقاتل هو الوحيد الشائل المسئولية وطبعا كلنا معلقين حلمنا واملنا وهدفهم عليهم ربنا معاهم يا رب دايما وربنا يعني يوقف جنبهم ويساعدهم لانه هم مستقبلنا وهم الثمرة اللي هنجنيها بعدين ان شاء الله اطباء مهندسين معلمين كل حاجة بإذن الله من قيمة فترة حصل امتحان تجريبي للسنوية العامة ولسه برضو فيه امتحان تجريبي مكملين عايزة رأيك اعرف امتحان التجريبي ده رأيك في ايه معين الطالب بيروح وكل حاجة وفيش اي درجات ليه طبعا يعني انا انزل ابني في وسه اجواء كورونا ومع زيلك يروح بس عشان يجرب السيستم انا عايزة اعرف نظرك في الامتحان التجريبي ده ايه اوام من وجهة نظر ان الامتحان ده مهم جدا خلنا كمعلمين الاول بعد كده كطلبة كلنا وضعنا النقطة الحروف انا طبعا احنا ما كناش عارفين الامتحان هيج ازاي ما كناش عارفين ملامح الامتحان هو سات الوزير يعني كبداية كده اعرفنا بعض ملامح وبرضو احنا وقفنا على نقطة مهمة جدا بعد الامتحان ده اولا ان الناحو في سنة اولة وفي سنة تانية سنوي ما كانش يعني بيجي اسئلة كتير جدا كانت 3 او 4 او 5 اسئلة بالكتير اما في الامتحان ده جي تقريبا 19 سؤال جي يعني غالبا نص الامتحان فطبعا خلى كل الطلبة يركزوا تركيز كبير جدا على الناحو ده رقم واحد رقم اتنين برضو في طلبة كتير جدا قالوا ان الكصة مش جاية ان التعبير مش هيجي لا طبعا هو كان في سؤال عن التعبير والكصة سيادة الوزير بعد الامتحان قال ان ممكن تيجي لغويات فطبعا الحمد للرب العالمية انا جهزت واستعدت او ان شاء الله مستعد طبعا بدا ان انا لميت كل اللغويات بتاعت الكصة وكل اللغويات اللي كانت موجودة في الكصص وفي الكراءة المتحررة وفي النصص المتحررة بحيث بالطالب عنده حاصيلة لغوية يقدر يدخل بها الامتحان يعني افهم من كلام حضرتك ان الامتحان التجريبي دوت خلاكوا ان انتوا تبدأوا تعرفوا نظام الامتحان شكله ايه وتبدأوا ان انتوا تعملوا مثلا الاسئلة للطلبة وتتماشى مع الامتحان اكيد النظام القديم يا بسدهين طبعا كان بيعتمد على الحفظ اكتر اما طبعا بعد الامتحان ده كلنا بالاجماع الامتحان يعتمد اعتمادا كلنا على الفهم لازم الطالب يكون فاهم يكون مدرك بس طبعا انا ليه نصيحة مهمة جدا للطالب قبل ما يحل الامتحان ان طبعا النصص المتحررة والقراءة المتحررة او البلاغة لازم الاول اقرأ العنوان رقم واحد رقم اتنين لازم اقرأ الكطع مرة واثنين او الابيات الشعرية ولازم اي سؤال من الشرط الكراءة المتحررة والنصص المتحررة لازم أقرأ سواء سؤال نحو سواء قطعة سواء أي حاجة لازم أقرأها أكتر من مرة عشان أعرف مضمونها وأفهمها بعد ما أفهمها أعرف أحل كويس جدا تمام؟ إزاي طيب تمام برضو جات لنا برضو على صفحة البرنامج لما أعلننا أننا حضارك جاي فيه ناس كتير اللي جايت دلوقتي طالبة مش عارفت ذاكر منذة اللغة العربية أنا عايزة حضارك برضو تقول لنا إزاي أذاكر اللغة العربية أولا في الوقت الحالي طبعا المفروض أن أنا كنت في الفترة اللي فاتت مذاكر كويس جدا والفترة دي بتكون المفروض هي فترة حال بس طبعا فيه طلبة بتبقى مهملة أو فترة مثلا مقصرة أو ما بتذاكرش ويقول لك ضغط دروس ما بيقعدش في البيت خالص طبعا الوقت ده المفروض أن أنا مثلا على الأقل أركز أكتر بقى عن نحو أمسك مثلا حتى كل يوم واحدة أرجعها مراجعة كويسة جدا بحيث أن أنا إيه والحاجة اللي أذاكرها لدي ما أطبق عليها بحيث أن معلومة تبقى سيبتت معي بعد ذلك طبعا أحيل قراءة متحررة كتير وانصوص متحررة وأركز جدا جدا على البلاغة وطبعا ربنا يوفاهم إن شاء الله برضو مبارحة إحنا عرفنا من ضمن الحاجات اللي تقلت على السوشيال ميديا إن الامتحان بتاع السنوية العامة ورقي إلكتروني ناس كتير دخلت يعني مش عارفة هتعمل ورقي إلكتروني هتختار يعني ورقي إلكتروني برضو عذاك توضح لنا يعني إيه ورقي أو إلكتروني بصوا أولا أنا قبل ما أتكلم على موضوع ورقي أو إلكتروني أنا بالنسبة لي كرائي شخصي أنا بالنسبة لي أهم حاجة عندي سواء ورقي أو إلكتروني دور المعلم لا يغيب ودور المدرسة لا يغيب لأن دي نقطة الفاصلة إن الطالب من غير معلم مش هيبقى بالقدر الكافي من العلم رقم واحد رقم اثنين أولا أنا الورقي طبعا ليه سلبيات وطبعا الإلكتروني ليه سلبيات أو إيجابيات مش هتفرق طبعا سواء ده أو ده احنا طبعا برضو كلنا مستنين قرار سيادة الوزير أو الاجتماع بتاع يومه يوم السبت فما حدش مننا عايز يقول رأي فاصل أو أي يتكلم في أي كلام لحد إن شاء الله ما نستنى قرار تسيادة الوزير بإذن الله يوم السبت القادم بإذن الله أما إن شاء الله هو على اللي إحنا في المناء أن الواحد مننا أو الطالب يمتحن مثلا الإلكتروني طبعا لو ما حصلش مثلا والامتحان مثلا ما فتحش أو ما دخلش عليها يمتحن وورك عادي بحيث إن الامتحان يتم وما يحصلش مشاكل اللي حصل في الامتحان التجريبي إن فيه طبعا طلبة روحة من غير ما تمتحن طبعا طلبة روحة محبطة أهاليهم طبعا اللي صرفوا دم قلبهم عليهم أنا طبعا بعذر كل الأهالي إن هم بيوفروا لكل أولادهم الحاجة اللي هم محتاجينها طبعا والدي زمان كان بيقولي نفسي شوفك أحسن حد يعني أحسن مني أي أب وأي أم مننا نفسهم يشوفوا ابنهم أحسن حاجة في الدنيا الأب ممكن يشيل اللقمة من على بقه اللبس اللي هو بعايز يجيبه النفسه ما بيجيبهوش بيوفر كل ده لابنه فطبعا هو مستني من ابنه يشوفه أحسن حاجة في الدنيا بس طبعا أنا بنصح كله لأمور السنة دي يعني ما تحملش على ابنك أولي وأي ضربة هو يجيبها يعني أنا مدخلة الفضاء علي ألو ألو سلام عليكم إزاكي حج محمد أمر يا باش إزاكي حج محمد عامل إيه إزاكي عبد الله عاملها مدام الحمد لله نحمد ربنا أهلا بيه في أسرار الحياة الحمد لله مدام الله نحمدها مدام أنا عايزة بس عارف أستاذ المشاهدين الحج محمد ده هو والد أستاذ أشرف هو أساس أو اللي فعلا عمل أستاذ أشرف الممتاز يا عبد الله احنا بنشكر جميع الناس المستمع الله يخليك الله يخليك الله يخليك الله يخليك عايزين بقى والناس المستمع والبرنامج كله عايزين بقى كلمة كده الأستاذ أشرف وهو النهاردة إن شاء الله معنا في القاتل فيزيوني وهو أصلا من أول ما سمع صوتك هو تأثر صراحة تفضل يا حج محمد هو والدي ما بحب تتكلم كتير أولا أنا بشكرك على كل حاجة عملتها لي ويا رب دايما تكون في حياتي أنت ووالدتي وكل حد يا رب يعني كده يكون معايا دايما إن شاء الله وتكونوا في حياتي دايما أنا من غيركم ولا حاجة وربنا يحفظكم دايما لي حج محمد إنت لسه معنا حج محمد لا حج يا ربنا يخليك لي يا والدي وربنا يحفظك دايما أنت وأمي ومرات أبوي وإخواتي ومراتي وكلكم يا رب دايما في حياتي يا رب قفل بس صوت التلفزيون لو سمع كمل طب يا مستر عشر بس فطبعا إحنا إن شاء الله كلنا يا رب أنا زي ما قلت لحضرتك مش عايزين نحمل على كل أولاد يعني مش ولي الأمر يحمل على ابنه لأنه طبعا ابنه السنين ما لهش أي زمد ابنه بيجرب ابنه بيمتحن هو داخلي مش عارف هيمتحن إيه أو هيمتحن في إيه فطبعا أنا عايز ولي الأمر يكون هو السنة هو اللي دايما وقف جنب ابنه في الفترة هو برضو تأثر لأنه تأثر طبعا بالمكالمة فما قدرش صراحا هو يتكلم لأنه طبعا هو فرحان لأنه حضرتك ظهورك النهاردة معنا بيزرق لعملها فبيجنيها النهاردة طيب من دمني برضو المشاكل اللي ترد علينا مشاكل الالنين إحنا طبعا إحنا عارفين إحنا بناتنا وولادنا ما روحوش إلى المدرسة السنية دي أو اللي راح ما قدرش برضو يكمل بسبب الظروف اللي إحنا بنمر بيه أنا عايز أعرف إيه هي إيجابيات وسلبيات التعليم الأونلاين طبعا مهما كان الأونلاين هيوصل المعلومة للطالب بس ليش هيجي زي وقفة المدرس في الفصل وهو بيشرح معلومة للطالب عايز أعرف سلبياته إيجابياته أولا أنا شايف بس هي السلبيات اللي أنا شايفها أن الطالب ممكن أن يتأثر أو يفضل دايما ماسك الموبايل أو فاتح فيسبوك أو فاتح واتس طبعا يسيب المذاكرة ويتش يعني ينشغل تماما عن المذاكرة دي السلبيات أكتر سلبيا من دايقاني طبعا من الموضوع ده طبعا من نسبة الإيجابيات اللي ممكن يكون الطالب متواصل بطريقة مستمرة مع المدرس أو في أي وقت بيطلبه بيلاقيه أو بيكلمه أو بيبعث لرسالة مثلا عواطس بيكون معا موجود دايما لكن زي ما قلت لحضراتك أنا دايما أولا وأخيرا وللمرة المليون بأكد إن المعلم ثم المعلم ثم المعلم أكيد 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 أنا عايز أقول الكلمة مهمة جدا أنا طبعا بعشق مدتي وبعشق مجالي وزي ما قال الشاعر طبعا بس أنا أغير فيها شوية لو لم أكن معلما لو أددت أن أكون معلمة أكيد حبك للمهنة بيخليك تيج فيها ويطلع كل جواه وطبعا دايما بيجيش لوحده وما بيجيش من فراغ لازم يكون في حد بيساعدك حد بيدعمك يعني أفصل إيتي أكتر حد وفي جنبي ولازم كل واحد مننا يكون عنده حاجة بيسعى إليها ويوصل لها بإذن الله تعالى إن شاء الله أكيد في بقى حاجة تانية برضو مشاكل النح مع الطلب يبقى الطالب كويس جدا في الفروع بتاعت اللغة العربية مظاهر جميل بلاغة أدب يجي بقى عند النح ويقفستهم أنا عايز أعرف إزاي الطالب يعني ينأسسه في النحو أولا هو النحو مش عايز أقولك دي مشكلة عقدة الطالب يسمع كلمة نحو وبيتعقق بساسة وخصوصا هي عليها الدرجة الكبيرة في أكيد طبعا فصوصا في الامتحان التابعي بالأول ده كان مركز جدا عن النحو دي حاجة كويسة جدا برضو إن الطالب بيدرس حاجة وبيلاقيها في الامتحان موجودة ما هو درس يعني هو كل المدرسين بيركزوا بس النحو تراكمي أكيد طبعا نحو تراكم من رابعة ابتدائي يعني أتبرت نحو تلتة سنة ومن رابعة ابتدائي الحاد تلتة سنة وكله متراكم وكله بكمل رابعة بس الطالب ينسى يا مستر أشرف يعني طالب تلاتي بينسى هو الطالب بينسى عشان الطالب ما بيتطبقش الطالب هو بيسمع كلمة نحو لا بيقفل الصفحة وبيقفل الكتاب ما بيذاكرش خالص أو ما بيحلش نحو أنا كطالب أو أنا كتلميس في ثلتة سنة وليزم أشوف كلمة نحو دي لازم أحب الحاجة وعشان كده أنا أقولت دايما أن الإنسان أو الطالب عشان يذاكر لازم يبدأ بالصعب الأول لو بدأ بالصعب يبدأ بالسهل بعدها طبعا إحنا عارفين حددك وكتوريتك الفائقة في النحو فكنت عايزة تتفاضل حددك على الصبورة تشرح لنا بس حاجة كده بسيطة لطالبات وطلبات سنة والعامة إن شاء الله رحنا بيسمع جديد طبعا إحنا في حاجات كتير جديد ومش درسة معين هنشرحها مع بعضين وبس في أكتر من حاجة عايز أكد عليها دي بتلعبط الطلبة في المتحدة أول حاجة عشان أعرف النحو أو عشان أعرف أي كلمة في النحو لازم أعرف الأول وحدد نوع الكلمة هل الكلمة اللي قدامي اسم؟ هل هي فعل؟ هل هي حرف؟ أنا دلوقتي أكدت مثلا وتأكدت إن الكلمة اللي قدامي اسم هل الاسم ده جيف جملة اسمية؟ جيف جملة فعلية؟ هل الاسم ده جي قبلي كان؟ جي قبلي إن؟ جي قبلي فعل ينصر مفعلين؟ هل مثلا الكلمة اللي قدامي فعل؟ هل هي فعل ماضي؟ هل هي فعل مضارق؟ هل هي فعل أمر؟ طبعا أنا عايد بس أكد أو هقول كم حاجة كي بتلعبط في الامتحان عندي مثلا كلمة زي كلمة إن يذاكر وعندي كلمة زي كلمة أن يذاكر وعندي كلمة زي كلمة إن العلم وعندي كلمة زي كلمة إنما العلم وكلمة زي كلمة إلا يلعب وكلمة زي كلمة إلا يلعب طبعا هيجي له سلف الامتحان مثلا طبعا في سنوية عام ما فيش كطعة كان نظام كطعة زمان أما دلوقتي هيجيب لي كلمة وتحتها خطة وقل لي عرب أول حاجة عشي نعرب الكلمة زي ما قلت لحضرتك لازم أأكد الأول الكلمة دي اسم ولا فعل أنا أكدت مثلا أن كلمة يزاكر دي فعل طب أولا هي فعل مواد ولا فعل مضارق لا يزاكر فعل مضارق طب فعل مضارق يجي قبل مين جي أداة نصب ولا جي أداة جزم إن خدناها قبل كده أن إن أداة شرط جازمة يبقى لما أجي أعرف كلمة يزاكر هنا أعرفها إزاي أقول فعل مضارق مجزوم وعلامة جزمه السكون يبقى وأنا قبل كده أقولت لك وأكدت لك المعلومة أقولت لك لقيت إن 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 وفعل مضارق يبقى فعل مضارق مجزوم على طول دخلت في الامتحان لقيت أن وفعل مضارق يبقى فعل مضارق على طول إيه منصوب يبقى فعل مضارق منصوب وعلامة نصبه إيه وعلامة نصبه الفتح دي بقى قعدة تانية انا المشكلة دي انا قلتها وذكرتها لان الطلبة كلها بتتدخل لامتحان لها كلمة ان يذاكر دخل قال لي يذاكر اسم ان بالرغم ان هي فعلا اساسا يبقى بلمعلم اللي بعد ان او ان لازم اأكد الاول هاي الكلمة اللي قدامي هي اسم ولا فعل هنا ان العلم اولا العلم اسم واحنا خدنا قبل كده ان ان واخوتها بتنصد وترفع يبقى ازا ان حرف ناسخ اللي بعد ان اسم ان منصوب وعلامة نصبه الفتح حلو جدا طيب يا مصر ما دي انا ما هي ان من اخوات انا برضو يعني ان وان اخوات بس في فرق بالاتنين ان انا دي ما ينفعش ابدأ بها الجملة اقول ليه مثلا في الامتحان علمتو انا ما ينفعش اقول انا على طول تبعيز اعرف العلم برضو نفسي يا عرب اللي فوق انا العلم هنا طبعا العلم تبقى اسم انا منصوب وعلامة نصبه الفتح نيجي بقى هنا دي كلمة انما انما غير انا وغير انا انما هنا دخلت عليها ماء اسمها ماء الكفة وما الكفة لما تدخل على انه بتعمل عملية ايه بتخلي انه كانها مش موجودة فانا محفظك القاعدة ومفاهمها لك ان اي كلمة بعد كلمة انما على طول هتكون ايه مبتدأ يبقى ازا انما العلم عايزين يعرف العلم على طول ولا مغمط مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضم اخر حاجة الا يلعب لقيت الا على طول ويلعب يبقى انت مغمط فعل مضارع منصوب وعلامة اه هنا في مشكلة كبيرة جدا نتواجهنا هنا المسر قال لي الا ولا قال لا هنا هتبقى ايه هتبقى قلة وهنا هتبقى ايه هتبقى الا في فرق بالاتنين قال لا هي هي ايه هي هي انت يبقى هنا قال لا يلعب فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه مين الفتحة الا يلعب الهمزة من تحت اه لقيت الا وبعدها فعل مضارع يبقى على طول فعل مضارع مجزوم تمام وعلامة جزمه السكور حلاص برضو في كانت سؤال بيتكرر كل سنة في الامتحان اما يجيب لي جملة للجملة دي بدأ المعلم الشرح وبدأ المعلم يشرح هيقول لي في الامتحان دي تكررت وجهة تعليمها من السنة الفاتحة واللي قبلها كانت كلمة اخذة ادي بدأ او ادي بدأ مفيش فرق بين الاتنين ادي المعلم و ادي المعلم مفيش فرق بين الاتنين ادي الشرح و ادي يشرح اولا طبعا بدأ واخوتها دي افعال المقاربة والرجاء والشروع لها شرطين الشرط الاول ان هي تكون فعل ماضي الشرط التاني ان الخبر بتاعها يكون جملة فعلية فعلها مضارع يبقى اذا هنا عندي بدأ فعل ماضي اول الشرط موجود الشرط التاني يشرح فعل مضارع خلاص يبقى اذا الشرطين موجودين اما جعل بالمعلم اسم بدأ مرفوة وعلامة رفعيه الضم حلو جدا اما بدأ المعلم الشرحي دي جملة عادية خالص هنعلم المعلم هنا فاعل مرفوة وعلامة رفعيه الضم دي ملحوظات مهمة جدا كنت عايز ااكد بس عليها فيه برضو سؤال اخر حاجة هقولها الولدان كلاهما مخلصان والولدان كلاهما مخلص هيجيلي بسعاد في الامتحان يقولي اعرف كلمة كلاهما في الجملتين طبعا احنا خدنا كل نفس عيني جميع كلا وكلتا بتكون توكيد معنوي لو جيب عديها ضمير ويجوز حاسفها من الجملة والمعنى ما يتغيرش اشيل كلاهما هنا واشيل كلاهما هنا الولدان مخلصان الجملة ماشية اذا طبعا الجملة ماشية يبقى هنا توكيد معنوي مرفوع علامة رفعه الالف هنا لو شلت الجملة الولدان مخلص مش هتنفع يبقى ايه الجملة كلاهما التانية هتبقى مبتدأ سالن مرفوع علامة رفعه الالف طبعا دي بس هو عشان ضيك الوقت طبعا كان نفس اقول لكم كل حاجة بس طبعا ان شاء الله فترات تانية بإذن الله وكل حاجة هتكون نازل على الصفحة بتاعتي وعلى وطس واي حاجة انتوا عايزين انا معاكم لحد ليلة المتحان مش هقصر مع اي حد في اي حاجة بإذن الله الله ينور عليك يا مستر عشرة انتنا عارفين طبعا النحو بحر واسع وطبعا المجزوم ومنصوب بتلغبط الطلبة يعني اننا ملاحظة اني بس الهمزة الهمزة بس هي اللي بتغير الاعراب طب انت تنصح ايه بقى الطالب ليلة اللي امتحان بذات فالنحو يعمل ايه ايه الاساسيات اللي هو يذكرها اولا هو في شوية سوابت انا مش باعترف بها دايما بس برضو الطالب لازم يكون مطلع عليها تمام انا مسلا انا بقى لازم انا بحافظ ادوات النصب كويس جدا ادوات الجزم كويس جدا لازم ابيعرف الكمة اللي قدام هي اسمه ولا فعل بس اذا هند فيه طلبة بتالت سنوي مش عارفة الكمة اللي قدامهم اسمه ولا فعل يبا اذا انا كرسة كرسة طبعا مصيبة وانا لو معرفتش هي اسمه ولا فعل هحلها غلط اكيد طبعا لازم قبل الوقت قبل الليلة الامتحان طبعا لازم ان انا بكون حالي كتير جدا ومتدرب ولو في اي حاجة طبعا معايا مدرس بلجأ له بس طبعا انا بنصح كل طالب في الوقت ده بالذات يعتمد على مصدر واحد يعني مثلا معلم واحد وكتاب واحد مثلا يذكر منه او ملزمة واحدة يذكر منه عشان ما يحصلوش عملية تشتت وتشتت فربنا يوفقهم ان شاء الله وربنا يكون معهم دايما ونفسي يعني كل الطلبة اللي معانا وكل الطلبة بتوعنا عموما جمهورية مصر العربية يشرفونا ونشوفهم دايما في افضل حال ودايما بكاترة مهدسين معلمين محاميين اعلاميين وكل واحد نفسه بحاجة يوصلها بس طبعا ده مش هيوصله غير بالجهد وبالاجتهاد ولازم يتعب شوي عسان يوصل لكل ده لان اي حلم اي حلم اي حلم بيكون صعب طيب بس طبعا ما فيش حاجة صعبة مع المذاكرة والاجتهاد طب لتواصل مع حضرتك كده في السريع هو اسم حضرتك والتيتل بتاعك نازل بس التواصل كده سريع طبعا فيه صفحة الفيسبوك اشرف محمد الممتاز فيه قراءة اليوتيوب برضو اشرف الممتاز وفيه طبعا مرضر واتساب الارقام بتاعتي طبعا موجودة مع كل الناس اي حد يحتاج اي حاجة ملازم شرح اسئلة الموجود دايما معاهم مش هتأخر عن اي حد في اي حاجة انا بس من خلال الحلقة بتاعتي عايز بس اوصل او اطلب طلب من كل مسئول سواء تعليم سواء صحة سواء ري لان احنا عندنا طبعا انا زي معادت اهل بلدي ان انا هوصل صوتهم نفسي احنا عندنا الصحة في مركز العدوى او في محافظة المانية او في الارياب او في الصعيد عموما الصحة عايزين اهتمام اكتر عايزين التعليم برضو اهتمام اكتر عندنا المية بقالها شهرين ما بيجيش عندنا فربنا يوفقنا ان شاء الله اشكر حضرتك اشكر حضرتك يا استاذ اشرف وطبعا مزيد من النجاح وتكفوك وان شاء الله مزيد من القنوات الكبيرة اشكرت يا استاذ اشرف ودائما موفقة ودائما كده في النجاح ان شاء الله ان شاء الله اشكرت 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 تابعونا في فقرة جديدة مع شيري ستور